بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي يدينه القوة وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يقوم أحسن عملاه وهو العزيز الغفور الذي خرق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن يا تخارض فارجع البصر التوامي لفهور ثم ارجع البصر كراتين يقلب إليك البصر خاشع وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابية وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعونها شعيقا وهي تفو تكاد تميد من الغير قل لما ألقي فيها فرجها سألهم خزنتها سألهم خزنتها أن يرسكوا النذير قالوا بلى قد جاء على نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أراتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعكر ما كنا في أصحاب السعير فاعدرفوا بذنبي فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرا وأجرا كبير وأزروا قولكم أو اجهلوا به إنه عليم من ذلك الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللغيخ الخبير والذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليهم النشور أميرات ما في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا يتنور أميرات ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يضعوا إلى الطير فوقهم صاف فافروا ويقضروا ما ينشكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جود لكم ياسركم يرادون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمشك رزقه بل لجوا في عقور ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفكدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما الحلم عند الله وإنما أنا مذير مبين فلما رأوا ذو الفتاة سيئت وجوه الذين كفروا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم لي تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو عهمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم الله فمن يأتيكم بماع معي بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يشكرون ما أنت بنعمة ربك بمجرون وإن لك لأجرا غررا منون وإنك لعلى خروق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين والذون لو تدين فيدينون وما تطع كل ألاف مهين هماذ مشاء من مين من أعلم الخير وعتد الأثيم عطل بعد ذلك زميم أها كان دمار وبنين إِذَا كُبْسَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ وَلَا سَعِرُ الْأَوْلِينَ سَنَسِمُوا عَلَى الْخُرُّمُ إِنَّا بَلَغْنَاهُمْ كَمَا بَلَغْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْلِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ فَغَافَ عَلَيْهَا مَنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِنُونَ فَأَصْبَعَتْ كَالصَّلِينَ فَتَنَاجَوا مُصْبِعِينَ أَلِيْغْدُوا عَلَى حَرْزِكُمْ إِنَّا كُنْتُمْ صَارِكِينَ فَأَطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ أَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْ عَلَى حَرْدِهَا قَادِرِينَ فَلَمَّا رَعُوَا قَالُوا إِنَّا نَضَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَكُهُمْ أَلَمْ أَكُمْ لَوْلَا نُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقَبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِيَةَ الْغَرْمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدْلَنَا خَيْرٌ مِنَّا إِنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا ظَالِمُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِيَادَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجَرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ وَفِيهِ تَدْرُصُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخْيَرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَالٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَاتُونَ بِشُرَكَائِهِمْ إِنَّا كَانُوا صَلِكِينَ يَوْمَ يُفَشَفُ عَنْ سَعْدٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ خاشعة أبصارهم ترأكم ذلة وقد كانوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَادَ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْرِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِ مَتِينَ لَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْطَرُونَ أَبْعِنَا دَعُونَ غَيْثُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ قَصَحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَخْرُومَ لَوْلَا أَنْ تَدَاقَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ مَزْنُومَ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَاجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُونَ يُزْلِكُونَكَ بِأَغْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُونُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ فَلَا أُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَبِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ترجمة نانسي قنقر